ترجمة نانسي قنقر لكن تكون مشغولة بشكل كبير في موضوع الأكل وما عندها القدرة على السيطرة على شراهتها للأكل يعني تأكل بشراهة شديدة وتجيها نوبات نهم في موضوع الأكل تأكل تأكل كما قلتنا في البداية تأكلها نوبات تستمر إلى فترة قصيرة لكن تستمر مثل ساعتين وثلاث ساعات تأكل كمية هائلة من الكربوهيدرات والأدوية والأكل اللي يحتوي على السكريات وبعد ذلك تواجه مشكلة أنه تبقى تتخلص من هذا الأكل الزايد اللي أكلته طبعا كما أشرت في السابق أنه لكي تتخلص من الأكل تستخدم المساهلات تستخدم مدرات البول تستخدم تخلص من الأكل عن طريق الاستفراغ القصري أيضا تصوم الفترة الطويلة أحيانا تقعد مثل كم يوم ما تأكل تصوم يعني يوم يومين ثلاثة تعيش على الماء وعلى أشياء بسيطة وبعدين مع كثرة الصيام وكثرة يعني أنا مع أكلت فجأة تجي تجيها نوبة نهم أخرى تجي تاكل 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 بشكل كمية مهولة تصوم هي ثلاثة يام صحيح لكن ترجع تسترد اللي أكلته اللي صمته بثلاثة يام تسترده بساعتين ممكن تجيب أشياء شوكولاتات بشكل فضيع أشياء حلوة أخرى ممكن تاكل كيك ورز أشياء يعني كلها مرتفعة السعرات الحرادية فتاكلها بشكل نهم لأنها صامت صامت وبعدين فجأة قلب الموضوع عكس اللي كانت اللي عندها الأنوريكسيا اللي عندها فقدان الشي العصبي هذيك ما تاكل اللي عندها فقدان الشي العصبي ما تاكل ولا عندها نوبات شرح ناتجة زي البوليميا هذه ما عندها نوبات شرح فهذه المشكلة أنه تصوم يعني يومين ثلاثة أيام ما تاكل الأشياء بسيطة وتشرب ماء وتحاول بقدم صعب تنقص كم كيل من وزنها فعلا تنبسط وهذا بس بعد الثلاثة أيام والفترة اللي صامتها هذه ترجع جه نوبة النهم وتاكل كميات كبيرة من الطعام خاصة إذا السعرات الحرارية العالية اللي هي الكربوهيدرات والسكريات أحيانا كهير من السيدات اللي عندهم مشكلة البوليميا اللي هي زيادة الشي العصبي يستخدموا أدوية كابحة للشهية يعني تقلل الشهية للأكل أدوية عادية أحيانا فيها ضرر طبعا أي أدوية فيها شيء لعلاقة بفقدان الشهية يعني بكبح الشهية أو إزالة الوزن أو إزالة الدهون دائماً واحد مفروض يأخذوا بتاع بسيارة طبيب لأنه أحياناً ما تدري هذه المركبات بالضبط والشي بالضبط أحياناً استخدموا مواد تكون ممنوعة أحياناً استخدموا مواد تكون مضارة فكون أنه الشخص يستخدم أدوية تمنع تبقى خليه واحد يفقد الشهية والطعام وما ما يأكل وبعدين الضرر اللي يلحق ذلك أنه السيدة بعد ما تأخذ الحبوبة أو الأدوية اللي تكبح شهيتها للطعام ترجع تصير عندها مشكلة نوبتناها مرة أخرى وندخل في دوامة الدائرة الفيش السيركل هذه اللي ما تدري من تنتهي تصوم وبعدين تأكل وتصوم وبعدين تجه نوبة نهم ووزنها المشكلة وزنها يرتفع يبدأ في زيادة يعني خاصة مع تقدم في العمر وإذا كان عندها مشاكل نفسية غالباً تكون عندها مشاكل نفسية فهذه من الأشياء اللي تسبب أنه المرأة اللي خاصة في منتصف العمر إذا بدأت تجاوز الثلاثين وهذا تبدأ في عندها مشاكل نفسية مع تقدم في العمر وإذا وصلت أربعين تصير المشاكل أكبر وهكذا وبعدين أيضاً ممكن السيدة اللي تعاني من البوري منيرفوزا اللي هي في زيادة الشهيرة العصبي تستخدم أدوية تأثر على الغد الدرقية لأنه معروف أن الغد الدرقية أفراز الغد الدرقية بشكل أكثر يسبب احتراق الطعام لأنه الغد الدرقية هي تسطر على موضوع المتابوليزم اللي يسموه الأيض في الجسم فلما تأخذ أدوية تستعجل من تخلي الغد الدرقية تفرز مواد أكثر مدد الثيروكسين فالاحتراق يكون أكبر في الجسم لكن في المقابل هذا الموضوع موضوع أنه إفراز الغد الدرقية بصورة أكبر يؤثر على وظيفة الجسم بشكل عام ككل لأن الغد الدرقية تشتغل بتنظيم معين من الغد من الغد في الدماغ اللي هي البتيتريغلاند الغد المسيطرة على موضوع الغد في الجسم فأفراز الغد الدرقية بصورة الهرمون الثيروكسين بصورة أكبر صحيح أنه فعلاً قد يؤدي إلى فقدان بعض الوازن لكن له مشاكل أيضاً على موضوع وظائف الغدد الأخرى وظائف الجسم واحتراق المتبلز مع العملية الأيض في الجسم فاستخدام الأدوية اللي غير طبيعية تخلي الغد الدرقية تفرز أشياء غير طبيعية فهذه أيضاً مشكلة صحية وللأسف السيدات اللي يكونوا عندهم مشكلة البوليميا نرفوزا أو زيادة الشهية العصبي مستعدين يعملوا أي شيء مقابل أنهم يفقدوا وزن يسووا أي شيء يعني تقول لهم والله عفواً الترابي لو تلهموا الترابي ينزل الوزن ممكن يجربوا لش لا فكثير ناس يجلبون أدوية مصنعينها ما دفعون مصنعين يجلبوها ترسل المختبرات يطلعن فيها مواد مثلاً أنفيتامين مواد اللي هي ممنوعة وصح إنها منشطة بس إنها ممنوعة وخطيرة على الصحة وممكن تؤدي إلى أمرار عقلية وممكن تسبب مشاكل يعني في هذا لكن ممكن صح تنزل الوزن فهذه واحدة بالمشاكل لأنه يخذوا أدوية كابحة للشهية يخذوا أدوية تسرع أو تؤثر على عملية الغود الدرقية يخذوا أدوية تسوي عفوا إسهال على أساس يتخلصوا من الأكل يخذوا أدوية تسوي مدرة للبول على أساس يتخلصوا الجسم من السوائل وأيضاً كل هذه الأشياء لها مضارها الجانبية ولها مضارها اللي تؤثر على الشخص أيضاً من الأشياء اللي تحدث عند الأشخاص اللي عندهم البوريمن رفوزة اللي هي اضربها زادة الشهية العصبي أنه أحياناً يسيب أشخاص مرضى بالسكر فهم لما يصابوا يكونوا عندهم مرضى السكر ويختل موضوع السكر في الجسم يبدأ أحياناً الشخص يفقد وزن فهم لأنهم يعني يرتاحوا لأنه الوزن قاعد ينزل رغم أنه ينزل بسبب مرضي اللي هو مرضى السكر يفضلوا أنهم يعانوا من السكر ومشاكل السكر ولا يأخذوا مثلاً الأنسلين أو العلاج للسكر على أساس أنه الوزن ينزل وهذا أحيان يؤدي لمضاعفات مرضى السكر بشكل خطير لأنه هم مبسوطين على موضوع أنه أنا قاعد أنزل وزني قاعد ينزل حتى بدون ما أسوي أي شيء ثاني لكنه ينزل لأنه السكر مضطرب في الجسم لأنه الجسم بحاجة إلى تشغيل البنكرياس فهم أحياناً يبطل يأخذوا يشوفوا موضوع حلو أنه أنا قاعد أنزل قاعد أنزل بس وزني لكن ما أخذ أنزلين علشان ما يوقف أنزلوا الوزن لأنه أخذت أنزلين وعدلت السكر في الجسم الوزن يرجع بصورة طبيعية لكن هم من أجل كذا أحياناً يتركوا الأنسلين يتركوا الأدوية لمرض السكر وللأسف هذه من الأشياء الخطيرة التي تكون اختلال موضوع السكر وأنه الانبساط لأنه بحكهم مرض السكر بد أنزله وتلاحظ طبعاً مرض السكر بوجه عام كثير ما وزنهم يبدأ ينزل بسبب المرض فهم ينبسطوا الموضوع هذا وأيضاً يهملوا العلاج على سنه ينزل الوزن عندهم الشيء الآخر للطربات النفسية والعقلية وتكون عندها السيدات التي عندهم مشكلة الطربات زيادة الشهية كثير طبعاً كما قلت أنه كثير منهم عندهم مشاكل نفسية يعانى منها وغلبها أغلبهم يكون عندهم اكتئاب عندهم كآبة ويحتاجوا يحتاجوا لعلاج الاكتئاب فعلاً لأنه يكونوا في نفس الفترة اللي يمروا فيها في موضوع زيادة الشهية والأكل وقضية الدوامة حق يأكلوا زيادة ويحاولوا نقصوا الوزن وحاولوا الاستفراغ حاولوا مدرات البول حاولوا المسهلات حاول أدوية الكابحة للشهية عندهم مشكلة أيضاً يمروا بمشكلة النفسية اللي هي الاكتئاب فيحتاجوا أنهم يتعالجوا عن مرضى الاكتئاب لأنه من الشيء الصعب أيضاً أنه يمروا بمراحل الكآبة اللي يكون موجودة عندهم الشيء الآخر أنه الوزن بالنسبة لهم ما عندهم إيش هو الوزن المناسب بالنسبة السيدة مثلاً تكون في عمر معين في طول معين ما عندها تقدير إيش وش الوزن المناسب لها أنها تكون طول هكذا يكون وزنها بصورة معينة أحياناً يضعوا صورة يعني مثالية جداً يعني تبغى تكون نحيفة بشكل فضيع تبغى تكون نحيفة نحيفة يعني طب هذا أساساً النحفة بالنحفة الزيادة والآن للأسف الشديد موضوع العمليات حق ربط المعدة وعمليات تكميم المعدة وموضوع عمليات المعدة التي تقي صلوزن للأسف الآن صارت موضوع سهل يعني أبد روح للعيادة وما عنده أي مشكلة يسألك أي عملية تبغى خاصة لك أن تدفع فلوس المشاكل الحقية صارت من بعض اللي تسوى عمليات لربط المعدة ولا لتكميم المعدة عمليات يعني قد يعني الإنسان يقولك والله بسيطة عمليات بسيطة وخاصة في بعض الناس يسهلوا الأمور أنه والله عمليات بسيطة أنا قبل فترة قصيرة شفت شخص تسوى العملية دخل فيه مرض نفسي حقيقي يعني دخل فيه هلاوس ودخل فيه مشاكل ومسكين يعني عمله خسر عمله ما حد صار هو اشتغل في البزنس يعني كان رجل ناجح في موضوع البزنس وتجارته كانت ماشية للأسف تدهورت حالته العقلية صار هلوس يسمع صوات يتكلم ويسو أشياء وبالأخير يعني خسر تجارته وخسرت وطروا يصفه تجارته وما زال للأسف على وضعه السيء من ناحية نفسية لأنه سوا عملية عشان يبغي ينزل الوزن لكن العملية أيضا ما هي شيء سهل أنه مو كل واحد كم كيلو عندك كم كيلو والله أسهل شيء أني أروح أسوي عمليك تخميم وأطلع لا الموضوع ما هو بالسهلة هذه موضوع لو أنسان يفكر في أشياء أخرى كيف يخسر وزنه بطريقة قد تكون رياضة قد تكون الأكل مع الأشياء لكن أستسهل الموضوع على العمليات اللي لهم مضاعفات يعني الواحد فقدوا حياتهم وفقدوا صحتهم العقلية والنفسية فهذه هذه مشكلة من الأشياء وكما قلت العلاج أيضا مو سهل علاج الطراب في زيادة الشهية العصبية يحتاج إلى أنه أول يتعالج الأشياء اللي إذا كان فيه عنده مثلا عند السيدة مشاكل نفسية أنه تعالج خاصة الكتاب يعالج بالأدوية يعالج بالجلسات إذا كانت مشاكل اجتماعية مع زوجها مع أولادها أيضا نجب أنه يتعالج هذا الأسباب حتى يمكن يتساعد في أنه تخف هذا الموضوع ويمكن يتم علاج وبعد ذلك بعلاج نفسية وعلاج دوائي أو علاج جلسات ويمكن يؤدي لأنه يؤدي لنتيجة إذا كان تم علاج السبب الأساسي للموضوع الفقداء زيادة الشهية العصبية الشيء الأخير نتكلم عنه هو الطراب النغماس في الأكل هذا ترجمة العربية له اللي هو بنج إيتن ديس أوردر بنج إيتن ديس أوردر السمو الطراب النغماس في الأكل يعني هو عبارة عن شخص جي نوبات هذا كنا نتكلم عن زيادة الشهية العصبية اللي هو جيهم أيضا نوبات نهام شديدة هذا نفس الحكاية بس بس ما عندهم المشاكل الأخرى اللي عندهم زيادة الشهية العصبية أنه يكونوا يعني يستخدموا أشياء يعني مدرات بول يستفرغو هذا هذول عندهم نوبات شرح شديدة للأكل نوبات فعلا شرح يعني وبعدين يأكلوا بطريقة غير معقولة يأكلوا يستمر معهم ساعتين للمدة بس ساعتين يعني يجيبوا فيها العيد يأكلوا أكل رهيب ما في شخص طبيعي يستطيع يأكل أكلهم بالساعتين هذول ممكن تقضي لك بساعتين على تجيب لك شوكورطة من الألواح الكبيرة تقعد تاكل فيها بسرعة ويأكلوا بسرعة وبنهم ويأكلوا بوحدهم ما يأكلوا مع أحد لأنهم يخجروا طريقتهم في الأكل فإذاك تلقوهم دائما يأكلوا لحالهم النوبات الشرح تجيهم طبعا أنه يأكلوا بشكل شرح جدا وبشكل سريع وطريقة حتى طريقة مقززة من أجل هذا الوضع المزري بالنسبة لهم في الأكل تلقى السيدة لا تأكل مع أحد تأخذ تجيب الأشياء التي شارتها من السوق مثلا رحت السبر ماركت شارت شبس وشوكولاتة وحلويات واشياء هذي وتطلع في غرفتها وتسكر على نفسها تأكل تأكل حلويات يعني بساعتين تأكل أكل يعني ما تصدق أنه السيدة أكلت الأكل هذا اللي هو وإيش يصير معها بعدين طبعا يصير معها تخمة تنتخم مع الأكل الرهيب اللي أكلته هذا يصير معها تخمة وطبعا عدم ارتياح فتبدأ تشعر موضوع تقريب الضمير والمشكلة الأخرى أنه ما تقدر تسيطر على موضوع النوبات النهم التي تجيها يعني تأكل الأكل وبعدين تشعر أحيانا يعني الأكل بيطلع من فمها من كثر الأكل اللي أكلته يعني أكلت أكل كمية كبيرة وزي ما قلت لك وأكل بسرعة فما يمدي ما ضغب بشكل جيد لم يمضغ بشكل جيد لأنه كأنها في سباق مع الزمن تتأكل وتلحق تتأكل الأشياء بسرعة ما تبغى أحد يعرف ولا تبغى أحد ينتبه لها فأكلها هذا الشديد اللي تقوم فيه طبعا يوصلها لدرجة تخمة وعدم الارتياح بدنيا يعني تصير فعلا يعني تصير ممكن تستفرق فعلا بدون ما تسويهي حوال تستفرق نفسها أو شيء ممكن تستفرق بدون شيء لأنه أكل يتأكل وما مضغ جيد وما صار له هضم بشكل جيد فيصير مشكلة حقيقية في موضوع التخمة والعدم الارتياح الشيدة هذي عندها المشكلة هذي عندها مشكلة عدم السيطرة عدم القدرة على سيطرة على أنه ما تتفق في الموضوع هذا غصب عنها بعد تشعر بالتخمة والعيان والاستفراغ وبجسمها تشعر بطنها ممثوخة بشكل فضيع وعندها مشاكل في هذا لكن ما تكتر توقف الموضوع هذا مرة ثانية يمكن أخلص اليوم ما تأكل بكرة ما تأكل بعد بكرة نفس الموضوع تروح تجيب نفس الشيء والوحدة لأنها تشعر أنه طريقتها في الأكل غير غير جيدة وأنه الآخرين يمكن أنظرونها بشكل غير نظرة قد يحتقروها وقد ينظرونها نظرة وش الأكل بطريقة هذه لو أحد شاهدها يقول جوعان مربوطة هي حيوان تأكل بطريقة هذه فهذه البنج اللي هو النغماس في الأكل دائما يصاحب النغماس في الأكل لازم يكون يصاحب أشياء ثلاثة اللي هو الأكل بسرعة يعني تأكل بسرعة الواحدة تأكل بسرعة وتأكل أيضا كمية غير طبيعية يعني ما تصدق أنه الكمية هذه أكلتها هذه الإنسانة الشيء الثالث أنه تأكل حتى تصبح زي ما قلنا حتى تصبح متخمة وغير مرتاحة وعندها حتى تصير عندها ألام من كثرة الأكل اللي أكلتهم تأكل هي ما هي جعانة يعني ما تقول جوعت نفسها وأكلت زي ما صار في السيدة اللي عندها البريم من رفوز اللي ممكن تصوم كميون بعدها تجي تأكل لأ هذه ما هي جعانة ولا شي بس الجهة شهية للأكل بطريقة عجيبة فتروح تجيب الكمية الكبيرة هذه من الأكل وتطلع فيها الغرفة ومكان يعني وحدها وتأكل بالكمية الكبيرة اللي يقول لك ما تكتر سطر على نفسها في الموضوع الأكل موضوع نوعيث الأكل تجيب الأكل اللي كلك أرباه هيدرات وهذا وتقعد تأكله بطريقة دائما تأكل وحدها لأنه زي ما قلت تشعر بالخجل تشعر تأني بالضمير تشعر أنه مقزز الموضوع بالنسبة لها والشي الآخر أنه ما عندها ما تسوي موضوع ما تسوي موضوع الاستفراغ لكن هي ممكن تستفرغ من كثرة الأكل اللي أكلتو أيضا تشعر بالتقزز من نفسها تشعر بالدونية وبتقزز من نفسها وأنه ليش أنا سوي كذا ليش يعني عندي المشكلة هذه وتشعر بالكآبة طبعا ممكن يكون عندها كآبة الأكل هذا بالطريقة هذه يجيب لها كآبة فيه فرق طبعا فيها عن لزيادة الشهية العصبي وفقدان الشهية العصبي تشعر دائما انتحت ضغوط نفسية شديدة هذا السيد اللي تسوي شي هذا تشعر أحيانا أنها دائما تشعر انتحت ضغوط هذه وهذه أيضا مشكلة يبغى لأن هذا يبغى لأنها تتعالج خاصة أنه العلاج مو بالأدوية بس لكن علاج نفسي عند أشخاص متخصين في العلاج النفسي هذول زي قلت السيدات اللي بالطريقة هذه ما يستخدموا أدوية للاستفراغ ولا لندرات للبول ولا الكبح الشهية ولا المسهلات ولا شي ما ما يستخدمون يعني مسلمين أمرهم لله يعني لأن الزي عندهم يعني زيادة الشهية العصبي لا تبغى تفقد وزن تبغى هذا فشهل تستخدم الأشياء اللي تكلم معها لكن هذا اللي هو الطراب للغماس في الأكل كما يسموه مختلف في موضوع أنه السيدة لا تحاول أنها تستخدم أدوية ولا تحاول تصوم ولا تحاول تحاول بطريقة أخرى أنها تتعايش مع نفسها لكن تكون عندها غالبا كآبة وتحتاج أنه تتعالج الوضع النفسي لها من جميع الجوارب هذه نهاية المحاضرة الثانية ونشأل نلقاكم في محاضرة أخرى شكرا ترجمة نانسي قنقر